في مجلس الأمن الدولي انتقل الجدل من حرمة الاستيطان وهدم المنازل إلى الطعن بشرعية الإجماع الدولي وقرارات المجلس كقانون دولي ملزم ممثل الولايات المتحدة طعن بالشرعية الدولية وبثمانمائة قرار دولي تدعم حقوق الفلسطينيين الإجماع الدولي ليس قانونا دوليا لذا فلنتوقف عن خداع أنفسنا ورفض جرين بلات أي حل لقضية القدس لأن موضوعها حسم رد عليه مندوب ألمانيا بأن قرارات مجلس الأمن جامعة ولا يجوز ممارسة الانتقائية في تطبيقها أما مندوب إسرائيل فدع العرب والعالم إلى التضامن مع دولته في التصدي للخطر الإيراني بحسب تعبيره وزعم أن موانئ سوريا وبيروت تستخدم في جلب معدات تصلح للاستعمال المزدوج ففسرت مندوبة لبنان اتهامه بالتهديد لتكرار الاعتداءات الإسرائيلية إذا كان مندوب إسرائيل يستخدم عباراته لتهيئة الأرضية والمجتمع الدولي لشن عدوان على موانئ لبنان ومطاراته وبنها المدنية كما فعلوا في 2006 فإن على المجلس لا يلزم الصمت واستنكرت سوريا تميع جوهر بند الحالة في الشرق الأوسط وأكد مندوبها التصميم على تحرير الجولان بكل الوسائل وبإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرة الأسير صدق المقت هو مناضل من الجولان السوري المحتل كانت جريمته بعد أن أنضى 27 عاما في سجون إسرائيل 27 عاما نفس المدة التي أنضاها نيرسون منديلا في سجون الأبرتايد كانت جريمته أنه صور سجل بالصورة والصوت تعاون إسرائيل مع المجموعات الإرهابية في خط الفصل في الجولان السوري المحتل وفي الختام عطرت الولايات المتحدة إصدار بيان يدين هدم منازل الفلسطينيين المفارقة أن الولايات المتحدة التي تسعى وراء الكواليس لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يحقق إجماعا لمعاقبة إيران هي نفسها التي تعلن في هذا المجلس أنها ضد كل قراراتي وهو ضد القانون الدولي عندما يتعلق العمر بفلسطين نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين